تختلف القصص، لكن المعاناة واحدة أكثر من مليون ونصف المليون امرأة عراقية سلبت هنا الحرب في بلدهن والصراعات الطائفية أزواجهن وتركن من دون معيل يسارعن من أجل البقاء قصة هاجيرة تختزل واقعا مريرا لكثيرات من أرامل العراق فتحت سقف حجرة خلت من كل شيء يجلب الراحة وافتقدت نور الأبي المعيل الذي قضى برصاصع فنطائفي عام 2009 ترعى هذه السيدة عشرة أيتام هامت بين البيوت تشتغل أي شيء لتجلب ما تسد به رمق أبنائها بعد أن تفعتها الحاجة إلى بيع كل ما تملك لكن ما تجنيه لا يكاد يسد الرمق في ظل ارتفاع متطلبات الحياة اليومية هاجيرة لا تكتوي فقط بنار رحيل الزوج المعيل بل عاد الرصاص نفسه الذي سلبها زوجها ليمزق جسد واحد من فلذات كبيدها لتتضعف المعاناة ويزداد الخوف من الآتي أكثر من الذي مضى مع استمرار أعمال العنف في العراق فقبس الأمل الوحيد الذي ظل لدى هاجير كما تروي هو أبناؤها ومستقبل زاهر تناضل بقلة حيلة ويد قصيرة ليبلغوه ورغم محاولات بعض الجهات مد يد العون لأرامل العراق فإن تلك المحاولات تظل خجولة حسب المعطيات في ظل غياب الدعم الحكومي لتبقى حاجة هذا العدد من الأرامل ومن يعلن إلى المساعدة مطلبا ملحا لا يقبل التأجيل والتذرع كما يقول